السلام عليكم الاخوان الاخوات نتمنىكم تكونوا في افضل احوال راكم عارفين بعيدنا قريب العيد الفترة ان شاء الله وجدنا معكم واحد تشكيل ديال الكعب اغزال اللي تنجح معكم من اول استعمال صراحة يجي رائع رائع جدا والديد نتمنى الفيديو ينال اعجاب ديالكم واللي اول اخطر سيشوف قناة عالم سيهم للطبخ والحلويات يشترك بالقناة هتفعيل الجارس باش يوصلوا دائما الجديد لا تنسوش سبرتاجة والفيديو مع الاهل والاحباب والاصديقاء ديالكم كما تعودنا معكم بالتعاليق ديالكم كما قلت لكم باش ما غديش نطول عليكم بزاف غدي ندوز معكم المقادير والطريقة للاستعمال غدي نبدو هده با العجين ديال كعب اغزال هنا استعملت 500 جرام ديال دقيق قبصة ديال الملحة معلقة كبيرة ديال السكر ومعلقة كبيرة ديال السبدة وخلاص ما زهر غدي نجمع به الخالط غدي ندر عليه المكونات درس قبصة الملحة نسيد عليها الزبدة وغدي نرملها مزيان من بعد خويت غدي نخوي مزهر ديالنا باش نجمعه العجينة تنعتدر على الفيديو بحتى نصور بيد وتنعجن باليد الاخرى المهمة كما قلت لكم ما كفانيش الماء وخويت المزهر من القرعة ديريكت المهمة هكا وعجينة نجمعها متى نخليوهاش يعني جارية سيكون قصحة شوية كما تتلاحظوا معنا العجينة ديالنا نضيرها في ميكو ونغطيها نخليوها تباتليل كاملة لغدليج جيبت كيلو ديال اللوز في السخته كما تتلاحظوا معي وطحنته عقدة مع 500 جرام ديالساندة نصف كيلو ديالساندة الثناية ضفت على العقدة العقدة جوج ديال اللي شاصي ديال زهرة الورتقال بيضة كاميلة تكون درجة حرارة المطبخ 60 جرام ديال زبدة سبيسيال يعني زبدة حيوانية تهيب حرارة المطبخ باش تتساعدنا في اندماج مع العقدة ديالنا غادي نزيد معي القاة كبيرة ديالجليكوز كي باش تتلاحظوا معي ديالجليكوز ومنها يدب غادي ندمج العناصر ديالنا كلها مع العقدة دياللوز وحاولوا انكم تدلكوها وتعركوها مزيان بما تندمجنا العناصر كلها وتحصلوا على الخليط اللي بغين تحصلوا عليه بصراحة هذه البناتة العقدة تجيزوينة وتجيزشيشة وبنينا غادي تلاحظوها معي في اخر الفيديو فينا نحصل على كعب غزال ديالنواجد انا ده نشاهد جمت لي العقدة هنا غادي ندوز غادي ناخد العقدة ديالنا غادي ناخد 16 جرام غادي ندوز على العقدة ديالي كل ذيك الكيلو باش تجيني الخدمة سهلة يعني كلهم 16 باش تيجيني في ناس العبار غادي نكمل هاد العقدة كاملة خليكم معي ما تنشوفين موسيقى 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 هنه هنه البنات غادي نجيب الشيطة العجين ديالنا غادي نتلقوب ديالك وسكون العجينة رقيقة من بعد غادي نحط الحشو ديالنا وغادي نشكل الكعب ديالنا صراحة البنات ستجيزوينة ورائعة هنثو ما غادي تلاحظو معي الطريقة طريقة سهلة ووسيقى خليكم معي ما تنشوفين حلاش منها قليكم من بعد شنو عندي روم بعد ما نشكلوها موسيقى 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 من بعدها البنات مسألهنا تشكال نضيف سفري سفر موسيقى 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 فضلك . لقد نجو إلى العيدة لأحد الآن . سأقوم بتجد المعينس في النبي . هل أنظمة المعينة ؟ لقد نعود تلك المعينة أنها أظهرها هو الأمر ، ونحن بردทะه . ونتأكبها . وسألتها Legion 3 . وسألتها . ونتأكب بهذا السن . يوم الموالي تشوف معركة متى تاخدونا يشوف متى تاخدونا متى تاخدونا موالي قمت بعملك موالي كل موالي موالي قمت بعملك موالي الت depo متى تخفص مرد يومي اخذ كمتبخ اخذ اخذ كمتبخ ونظر كمتبخ الفرن يسخون يسخون يدخل كمتبخ انا هنا طيب في الجهة الفوقية نشفت لي طابت لي من الفوق ومن تحت هذا هو شكل النهائي دياله صراحة البنات جاس زوينة متنفخت ليش محكم بان انا يعني اشكيناها جاس زوينة جاس رقيقة انا غادي نحط واحد الكعبة غادي نقسمها معكم غادي تشوفوا الحشوة دياله او القوام دياله من الداخل كيف اجاب صراحة جاس رائعة رائعة جدا هشيشة ارتباء ما نشفاش صراحة نتمنى اكم تجربوا طريقة هادي وتردوا عليها كيف اجابتكم وش نجحات معاكم ولا الله هاي الكعبة دياله نقسمها لكم وغادي تشوفوها وغادي تبيلكم كيف اجابت خلال القسيم دياله نتمنى البنات هذا الفيديو ينال اعجاب ديالكم كما قلت لكم دائما وابدا انتمنى اكن تبطجوا هاد الفيديو مع الاهل والاحباب والاصدقائي ديالكم ولي اول اخطرت اشوف القناة اشتركوا في القناة وفعل زر الجرس دائما يوصلوا الجديد ان شاء الله اتنسى